لو الحكاية فيها إنا ذي وانقطع مجلة السنوات قالوا عندكم الربيع العربي ولكن استغربنا كيف يكون الربيع العربي مطولا مثل هذا عند السنوات عندنا شهر شهرين الحمد لله انتهى الربيع العربي وجاء صيفكم وإن شاء الله سيثمر وهذا المؤتمر فرد في نوعي جم من مهن وبلايا وصلت إلى مصر من وراء البحر والمحيطات والحمد لله نرى الاستقرار والتفاهم والوئام كما كان فرونا متتالية في قديم الزمن المسلمون والنصار جدتهم العهد بالسلام والوئام وحضروا بابا الأردوذوكي الإسكندرالي ولجميع مصر دليل ثابت على تجديد العهد لا يوجد في الإسلام التكفير إلا إذا اعترف أحد بكفره وجميع الناس على سطح المعمورة والآن أكثر ست مليارات جميعا أمة حبهنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول آية من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك النبي خلق خلق الإنسان من أعلم نحن ولله لحمد في روسيا على نهر بلغة كنن دولة بلغار وأرسل إلى هناك النبي صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة الهجرية في التاسعة من رمضان ثلاثة من صحابته بقيادة لبير بن جاد رضي الله عنه ودعا لله وسلسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملوا هناك ثورة إيمانية وأجداد أسلموا لله طوعا وجمعا ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا منذ أكثر من 1425 سنة كل سنة نختفل بقبول الإسلام ونعيش مع اليهود والنصارى في تفاهم ووئام وعندنا لجنة الأديان نجلس هناك كل سلاسة أشهر ونتفاهم ونطرح على المائدة قضايا ومسائل عندما نتفق نعرضها للدولة لأن الدين عندنا نتفصل عن الدولة وإن شاء الله بعد شهرين من روسيا عشرات من رجال الدين من اليهود والمسيحيين والمسلمين سنذهب إلى القدس الشريف أنتم هنا جنبكم عدة مئة كيلومترات منا أكثر من ألفين كيلومتر سنذهب إلى القدس الشريف ونقم في ليلة الإسراء والميراج صلاة الجماعة هناك عند الحيطان وفي الكنيسة وفي رشد الأقصى وسنقول هناك لإخوتنا الفلسطينيين وأبناء عمكم سنقولون أنتم في الديار المقدسة في دار السلام لماذا تتشجرون أم أنتم غير متوضعين نحن في روسيا نعيش سويا الخبر والعيش يعيش فيها والما موجود والإدمئنان والصدق موجود لذلك خطورة التكفير كبيرة التكفير هذا خطورة كبيرة للدعوة الإسلامية للنهضة الإسلامية لا خطورة منها للإسلام فيها خطر كبير للمسلمين أنفسهم ومن دعا بالتكفير فهو ضد الإسلام وهو يمانيو السنة النبوية المطهرة وهو ضد القرآن لا نثبت الكفر لأحد إلا بعد إقراره وأجدادنا وجدتنا كانوا يقولون كل من خيرك يخصبه من أولياء الله تعالى وهذا هو ساعد أجدادكم هنا في مصر وفي بلادنا وفي كل مكان على اخترام المتبادل والمسالمة والصداقة والمعيشة والحصنة والمسارقة في الخيرات كلمة للشعب النصري في هذا التوفيط الحرك الله عز وجل ربنا ما كلم عن روسيا ولا التركيا ولا الصين النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم عن الصين ولكن في الكرآن الكريم قال لموسى عليه وسلم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين الأمن والاستقرار في مصر من رحمة الله فلا تنكروا رحمة الله تعالى عيشوا مطمئنين صابرين متوكلين على الله السلام في